الأمر الثاني العمل بالعلم لأنه جماعة الزون لو بيدعلمه ما بيعمل بالعلم ما بفايدة كما قال الشاعر لو كان العلم من غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس الشيطان فهم أي شيء لكن في النهاية ما بفايدة ليه لأنه يخالف بعمله علمه أو العلم قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا دا في بعض التفاسير قالوا اسمه بلعام ابن باعورا والرجل دا في زمن موسى عليه السلام وكان مستجاب الدعوة وكان يحفظ من الكتب التي أنزلت سبعين كتابا بلعام ابن باعورا ولكنه ترك العمل بالعلم واتبع الهوى والشهوات وله قصة معروفة قال الله تعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها لأن العلم جماعة برفع صاحبه عمر بن خطاب رضي الله عنه سأل أحد ولاته الوالجاو في المدينة وعمر أمير المؤمنين قال له من خلفت عليهم قال رجل من الموالي يعني رجل كان عبدا فأعتق صار من الموالي قال تخلف عليهم مولا قال يا أمير المؤمنين هو أعلمهم بكتاب الله الزل صاح هما من الأغنياء ولا غير ولا غير لكن الزل أعلمهم بكتاب الله فقال عمر بن خطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين لذلك قال في الآيات ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الكلب لما ني عطشان ذاري شرب في بير ولا غيره بلهث يأكل التراب والطين إن تحمل عليه يعني إن تضربه برجلك إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أسئل وزول وقع في معصية أو ما الشيقع عليه معصية ما الشيقع في معصية وزول من عامة المؤمنين وجيد تذكروا يا زول اتقي الله والشغل دي كذا وكذا 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 دا تتوالي بخاف وذكرت بأي الله بخاف طالما عنده تقوى بترك المعصية لأن الله تعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لكن الزول عنده علم وماشي على المعصية وإن تقذر ما تدي دليل يقول لك حافظ عارف عارف وتاند يقول لك كذا يقول لك لا عارف فذين تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فلذلك يا جماعة الزول يعمل بالعلم أي معلومة عرفت أعمل به الله بيرفعك وألا بوفقك أدي لي استقامة قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الحر ابن قيس رحمه الله تعالى ورضي عنه ده كان من أهل مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الناس البجالس عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب كانوا في بعض الناس بيتكلموا معه كسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وكان رجلا عداء وزود سريع يعني لما نجر سريع وكان طويلا في جسدي سلمة بن الأكوع فكان لما ننصح عمر بن الخطاب يقول له هذا كذا وكذا وكذا قال أراجعه فإن غضب وقام عليه عدوت منه يعني قال أنا بن أصحو بعد ذلك اغضب قال البجر تاني ما بالحقن سلمة بن الأكوع ففي ناس كانوا ابن أصحو وهو كان على الحق أصلا عمر بن الخطاب لكن إنسان يذكر وكان عادلا في حكمه رضي الله عنه فمن الناس البجالسو رجل اسم الحر فجاءه عم له وهو عيين ابن حصن وذار وركن الصحابة كانوا لما يذكرون بالذكر والزول لما يعرف الحق بيرجع على الحق مبصر وما بيتكبر عيين قال لي ابن أخيه وهو الحر ودعم عيين عم الحر قال له يا ابن أخي إن لك وجها عند أمير المؤمنين فأذن لي بالدخول إليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل عيين قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل قال ابن عباس رضي الله عنهما فهم به عمر يعني قام من محله دار مشي ضربه مشايل السيف فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين قال ابن عباس والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله يعني مما زكر للآية وهو غضبان رجع طوال قعد في مجلسه فذل الصحابة جمع كانوا الواحد بعمل بالعلم